هيش بضميرنا نحن اللبنانيين الأحرار يلي مثلهم قدمنا أنفسنا وأروحنا على مسبح النضال والتضحيات من أجل حضورنا وحريتنا هالإبادة رح تبقى وصمة عار عجبين اللي نفزها وأكتر من هاك عجبين اللي كانوا جهودة لها وما تحركوا لما نحصولها أو استمرارها لأنه يلي صار بحق الشعب السرياني الأشوري والكلداني ما كان نزيع سياسي أو حادث فردي أو عشائري لا هو كان جريمة منظمة إبادة تطهير عرقي لشعب بأكمله بالذكرى 108 لمجزرة بهالبشاعر تكبت بحق شعب أعزل مسالم عم نحي سيفه لأنه عشنا وبعدنا عم نعيش عم ساحة الشرق مجازر شبيهة فيها عم نتذكر عم نتذكر سيفه مش بس تما ننسى عم نتذكرها تناخد عبر وعلى أكيد استعادة الزكرة مننا للانتقام أو أكتر وأكتر مننا للحقة بالكراهية أكيد لا هني ولا نحن رح نسمح لك أحداث وإبادات تصير من جديد معاناة شعوبنا عمر التاريخ وحدة والقضية وحدة بكل زمان ومكان من طور عبدين ومردين وقرفة وديار بكر لحمص وحمى وحلب لمدن كتير بجبل لبنان وبيروت والقاع وزحلة وكل لبنان عذابتنا وحدة جلادنا واحد نظام ظالم مجرم بيكره الحريات بيحتقر الكرام الإنسانية بيحتقر البشرية ولأنه مقاومة من فجر التاريخ من الطبيعة يتحمل القوات اللبنانية أهمهم ومعاناة كل المعذبين والمضطهدين لأنه بين صفوفها في كتير مناضلين مقاومين من أبناء الشعب السرياني والأشوري والكلداني ولأنه المسار المقاوم لكل الأشكال وأنظمة الهيمنة يلي التزمته القوات اللبنانية لدرب الجلجلي والاضطهاد والاعتقال يلتق ويتوحد مع الزكرة السنوية لأحياء مجازر سيفه بنيسان من كل سنة القوات مثل الشعب السرياني مدرسة نيضالية قدمت آلاف الشهدات تيبقى لبنان أرض للحرية أرض للتنوع والتاريخ لما رح يذكر أنه قدر الأحرار المقاومين من فجر التاريخ وللأبد إما النصر أو الاستشهاد في سبيل القيم والأناعات اللي حاملينها رح يحفر من دون تردد أسامي شهداء مجازر سيفه يلي ارتفعوا تيبقى إيمانهم وتبقى إقلهم الحرية والحضور الحقيقي بأرض جدودهم وأسلفهم بأرض هالمجلس المجلس والخلود لشهداء مجازر سيفه ترجمة نانسي قنقر